السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الوحدة الرابعة درس القطوع المخروطية اليوم إن شاء الله نتكلم عن النوع الأول من أنواع القطوع المخروطية اللي هو القطع المكافأ طبعاً إحنا إن شاء الله راح نتعرف على ثلاثة أنواع من أنواع القطوع نتعرف على القطع المكافأ والقطع الناقص والقطع الزائد اليوم بإذن الله تعالى بيكون تركيزنا على القطع المكافأ فنتمنى لكم متابعة ممتعة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس أيها الأخوة الكرام والأخوات طبعا في بداية سنتعرف على القطوع المخروطية بشكل عام ماذا نقصد بها ثم سنتكلم عن القطع المكافئ وبعد ذلك سنتكلم عن خصائص القطع المكافئ ومعادلته بإذنه تعالى طبعا القطع المكافئ أيها الأخوة الكرام من أشهر الأمثلة له اللي هو الدالة التربيعية الدالة التربيعية هذا يسمى قطع مكافئ أو هذا الشكل إذا كان بهذه الطريقة يسمى قطع مكافئ هذا من أشهر الأمثلة له فبالتالي يعني كلها أمثلة كثيرة من واقع الحياة دائما الأقواس اللي تكون بهذه الصورة تكون متماثلة بهذا الشكل هي في النهاية تمثل أشكال قطع مكافئ طبعا لماذا سميت القطوع المخروطية بهذا الاسم إذا كان عندك شكل مخروطي أو شكلين مخروطين متقابلين بالرأس بهذا الشكل وقطعتهم بمستوي بشكل أفقي بهذه الصورة لاحظ فالشكل اللي بينشأ لك هو طبعا بيكون دائرة بهذا الشكل ولكن إذا قمت بإمالة السطح فبالتالي لاحظ الشكل سيتحول من دائرة إلى شكل بيضاوي فبالتالي شكل بيضاوي إن شاء الله راح نسميها القطع الناقص وإن شاء الله راح نتكلم عنه في الدرس القادم اللي هو الدرس 4-2 وإما إذا قمت بزيادة الميلان بحيث أنه قطع جهة واحدة فقط من جهات القطع المخروطي بهذا الشكل فبالتالي هذا نسميه قطع المكافئة اللي زي الدالة التربيعية اللي جاي على شكل قوس بهذا الشكل وإذا زاد الميلان بحيث أنه قطع جزئين من المقطع من الشكل المخروطي فبالتالي كان عندك هنا شكل جاي بهذه الصورة وشكل جاي بهذه الصورة دعنا أغير اللون حتى تصير واضحة يعني بهذه الصورة يكون لها قسمين بهذا الشكل فهذا نسميه قطع زائد نسميه قطع زائد إذن سميت القطع المخروطية لأنها عبارة عن شكلين مخروطية متقابلين بالرأس ويقطعهم مستوي فبالتالي هذه الأشكال اللي ممكن تشعل من المستوي لمن يقطع الشكل المخروطي طبعاً إحنا اليوم بإذن الله تعالى بيكون تركيزنا على القطع المكافئ في الدرس الأول أما القطع الزائد إن شاء الله بيكون في الدرس الثالث طبعاً الدرس الثاني كذلك بنتكلم فيه عن الدائرة لأنها شبيهة في القطع الناقص وبالتالي إحنا أيضاً تكلمنا عن الدائرة في درس التهيئة طبعاً هذا هو شكل القطع المكافئ اللي هو المنحنة اللي باللون الأزرق المنحنة اللي باللون الأزرق هذا هو شكل القطع المكافئ بهذا الشكل طبعاً القطع المكافئة هو عبارة عن مجموعة النقاط يعني جميع النقاط التي هنا تبعد عن نقطة ثابتة تبعد عن نقطة ثابتة وعن مستقيم ثابت مسافة واحدة يعني لو أجي أن أوصل ما بين هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن هذه النقطة إلى المستقيم بشكل عمودي سوف تكون هذه المسافة مسافة واحدة أي أن هذا البعد يساوي هذا البعد وبالتالي نسمي هذا القطع قطع مكافئة سنسمي هذه النقطة في درسنا بإذن الله تعالى سنسميها البؤرة سنسميها البؤرة هذه النقطة وهذا الخط أيضا سنسميه الدليل سنسميه الدليل بإذنه تعالى طبعا من المهم قبل أن نبدأ بحل الأسئلة يجب علينا أن نتعرف على شكل القطع المكافئ هذا شكل قطع مكافئ لاحظ معي الذي هو هذا الشكل يفتح أو يتجه إلى جهة اليمين سأعرف الآتي سأعرف هذه النقطة الموجودة في منتصف القطع المكافئ زي ما تقول التي تقسم القطع المكافئ إلى قسمين متكافئين أسميها الرأس أسميها الرأس هذه النقطة وسأفترض أن أحداثيات الرأس هي H و K طبعا H و K ممكن تكون أي نقطة موجودة في المستوي طبعا فبالتالي هذا هي الرأس ثم بعد ذلك سأعرف هذه النقطة التي نسميها البؤرة نسميها البؤرة بهذه الصورة طبعا هذه النقطة لو أخذتنا أي نقطة من هنا وصلتها إلى هذه النقطة أو وصلتها إلى هذا الخط المستقيم فبالتالي المسافة زي ما قلنا تكون ثابتة وهذا الخط المستقيم سنسميه مثل ما ذكرنا الدليل طبعا هنا سنقول أيها الأخوة الكرام هذا المسافة المسافة بين الرأس والبؤرة طبعا هذه المسافة هي نفس هذه المسافة لأننا نقول أن المسافة تكون واحدة المسافة بين الرأس والبؤرة أو الرأس والدليل بنسميها سي بنسميها سي بهذا الشكل فبالتالي إذا كنت أنا أبغى أعرف إحداثيات البؤرة هنا فبالتالي راح أقول أنا لما نتحرك من الرأس إلى البؤرة أنا في الرأس عند الـ H والـ K لما نأجي أتحرك باتجاه البؤرة كذا تحركت باتجاه الـ X ولا باتجاه الـ Y يعني اتجاه أفقي ولا رأسي مثل ما ذكرنا في درس التهية أن إذا تحركت على محور X فبالتالي حركتي بتصير أفقية فبالتالي تكون على الـ H وبالتالي أروح باتجاه اليمين إذا مضيف فبالتالي هنا بتصير H زائداً C و K أما الدليل فأنا بروح باتجاه السالب بروح بالاتجاه السالب برضو على الـ H فبقول H ناقصاً C بهذه الصورة ولكن هذا عبارة عن خط مستقيم فمعادلة تكون عبارة عن X تساوي H ناقصاً C يعني اكتبها على شكل خط مستقيم بهذه الصورة وحيث أن الـ C هي المسافة ما بين الرأس والبؤرة أو الرأس والدليل طبعاً الآن دعونا نتعرف على أنواع القطوع المخروطية عندي أربعة أشكال أو أربعة اتجاهات للقطوع المخروطية عندي القطع المكافئ الأول اللي هو القطع الذي يفتح إلى اليمين القطع الذي يفتح إلى اليمين أيها الأخوة الكرام مثل ما ذكرنا الرأس فيه بيكون عبارة عن H و K البؤرة عشان أجيبها أنا بتحرك باتجاه الـ X بشكل موجب فبالتالي بقول هي عبارة عن H زائداً C و K أما الدليل فبروح أنا بالاتجاه المعاكس فبقول H ناقصاً C بقول H ناقصاً C بهذا الشكل ولكن أقول X تساوي لأنه عبارة عن خط مستقيم طبعاً محور التماثل هو هذا المحور الثابت دائماً هو عبارة عن Y يساوي K يعني أنا إذا كنت تحرك على الـ H فالK ثابتة يعني أنا عندي محور يتحرك ومحور ثابت فمحور التماثل دائماً هو المحور الثابت أما طول الوتر البؤري فهو القيمة المطلقة لأربعة C القيمة المطلقة لأربعة C سواء كانت السي موجبة أو سالبة طبعاً معادلة القطع بتكون بهذا الشكل هذه هي معادلة القطع Y ناقصاً K لكل تربيع ونحن نعرف أن الكي دائماً مرتبطة بالـ Y أو بالإحداث Y يساوي أربعة C في X ناقصاً H هذا هو شكل هذه المعادلة حيث أن السي هي المسافة بين الرأس والبؤرة أو الرأس والدليل والـ H والـ K هي أحداثيات رأس هذا القطع لاحظ معي هنا أن الـ Y ناقصاً K لكل تربيع تساوي أربعة C في X ناقصاً H هذه هي معادلة هذا القطع لو أجي للقطع الآخر الذي يفتح إلى اليسار وش اللي يتغير معاي هنا القطع صار اتجاهه باتجاه اليسار الرأس نفسه هو H و K ولكن لما أجي للبؤرة الآن لاحظ أن البؤرة صارت على اليسار فالبؤرة تصير H ناقصاً C و K إذن تو في القطع اللي كان يفتح إلى اليمين كانت H زائد ولكن الآن لما رحت اليسار فالبؤرة تكون باتجاه اليسار والدليل بيصير H زائداً C إذن الدليل صار على اليمين والبؤرة صارت على اليسار بهذا الشكل الأما المحور التماثل فهو ثابت لعلي تغير اللي هو Y ساوي K وطول الوتر البؤري طبعاً حيساوي القيمة المطلقة لـ 4C بنفس الطريقة طبعاً معادلة القطع هي نفس معادلة القطع التي كانت قبل قليل Y ناقصاً K لكل تربيع ولكن صار عندك سالب 4C في X ناقصاً X سالب 4C فإذن كان العدد هنا سالب فبالتالي باتجاه نحو اليسار ولكن إذا كان هنا العدد موجب ها فبتجه نحو إيش باتجه نحو اليمين بهذه الصورة نجل حين القطع الذي يفتح إلى الأعلى القطع الذي يفتح إلى الأعلى شوفوا البؤرة وين صارت البؤرة صارت إلى الأعلى فبالتالي حركتي هنا بتصير على X ولا على Y بتصير حركتي على ال Y وليست على ال X فبالتالي هنا راح أقول الرأس هو نفسه اللي هو H و K ولكن البؤرة لاحظ الحركة صارت على محور Y فبالتالي ال H ثابتة و K زادت C K هي اللي زادت C على ال X من القطعين اللي كانوا يمين ويسار كانت حركتي على إيش كانت حركتي على ال H ولكن الآن صارت حركتي إلى الأعلى والأسفل فبالتالي بحرك ال K والدليل بيصير K ناقصاً C ولكن أقول Y يساوي لأنه معادلة خط مستقيم Y يساوي K ناقصاً C طيب وش اللي ما تحرك هنا اللي ما تحرك ال X فبالتالي يصير هو محور التمانثل فبالتالي يصير X يساوي H وطول الوتر البؤري طبعاً هو نفسه القيمة المطلقة لأربعة سي طبعاً هنا لاحظت صارت ال X هي لتربيع على ال X من يمين وليسار كانت ال Y هي لعليها التربيع ولكن في القطع الذي يفتح إلى الأعلى أو حتى إلى الأسفل فبالتالي نلاحظ أن X ناقصاً H لكل تربيع تساوي أربعة سي في Y ناقصاً كيف كذا ال X أخذت دور ال Y في القطع الذي يفتح الأعلى والأسفل لو نجي للقطع الذي يفتح إلى الأسفل كذلك الرأس يصير H و K بنفس الطريقة البؤرة طبعاً تصير إلى الأسفل فبالتالي أخذ ال H ثابتة وأنقص ال K ناقصاً C الدليل يصير K زائداً C لأن الدليل يكون في الأعلى فهو بالرأس شوفه بهذا الشكل وأقول Y ساوي أما محور التماثل فهو X ساوي H الذي لا يتحرك وبالتالي القيمة المطلقة لأربعة سي لاحظ هنا أنه يكون في السعلب قد يسأل الطالب يعني يقول كيف أفرق أنا في المعادلات من أحط التربيع أحطها على X أم أحطها على Y نحن نقول أن المحور اللي عليها التربيع هو المحور اللي راح يميل أو راح ينعفطي يعني زي نقولون أو راح ينحني المحور الذي سينحني فإذا كان التربيع على Y فأنا كأني حنيت محور ال Y إما إلى جهة اليمين أو جهة اليسار إذا كان موجب بروح إلى جهة اليمين وإذا كان سالب بروح إلى جهة اليسار أما إذا كان التربيع على الأكس فمحور الأكس هو الذي ينحني فبالتالي إما ينحني إلى الأعلى وإما ينحني إلى الأسفل إما ينحني إلى الأعلى وإما ينحني إلى الأسفل إذا كان موجب سينحني إلى الأعلى وإذا كان سالب سينحني إلى الأسفل بهذه الصورة إذن هذه طريقتنا في التعامل مع القطوع المخروطية طبعا دائما أيها الأخوة الكرام أسئلة القطوع المخروطية هي أحد سؤالين إما أن يعطيك معادلة ويطلب منك خواص أو يعطيك بعضا من الخواص ويطلب منك إيش المعادلة فأنا عندي يا معادلة يا خواص يعطيك واحدة ويطلب منك إيش ويطلب منك الثانية خلونا نشوف المثال طبعا اليوم إن شاء الله بنركز على الحالة الأولى لأن يعطيني المعادلة ويطلب مني الخواص خلونا نشوف كيف نتصرف مع هذه المسائل نسمي بسم الله ونشوف المثال الأول قال لك حدد خصائص القطع المكافئة الذي معادلته هو Y زائد 5 لكل تربيع يساوي سالب 12X ناقص 2 بهذا الشكل كيف ممكن أن نستخرج المعلومات من هذا القطع؟ أول شيء يجب أن أحدد الاتجاه التربيع على X أو Y؟ على Y إذا نمسك محور Y وأحني إما جهة اليمين وإما جهة اليسار إما جهة اليمين أو جهة اليسار الآن طيب بالموجب أو بالسالب الذي هو الـ 12 هذه موجب أو سالبة؟ لا والله سالبة إذن بيروح باتجاه اليسار بيروح القطع باتجاه اليسار إذن أول حاجة حددتها اللي هي الاتجاه أنه نحو اليسار أنه نحو اليسار نأتي بعد ذلك إلى تحديد الرأس كيف أحدد الرأس أيها الأخوة الكرام؟ لاحظ هنا عندك X ناقصاً H فبالتالي الـ H تكون هي موجب أثنين والـ K تكون هنا اللي هي سالب خمسة دائماً إذا كان عندك عدد سالب تطلع بالموجب وإذا كان عندك عدد موجب تطلع بالسالب لأن القانون هنا عبارة عن Y ناقصاً ناقص خمسة إذن الـ K هي سالب خمسة وهنا سالب 12X ناقصاً اثنين فبالتالي الـ H هي الاثنين بهذا الشكل وهنا الـ K هي سالب خمسة فبالتالي اختصاراً للوضع نقول ليش؟ نقول أنه إذا كان عندك الـ Y معها عدد موجب طلع بالسالب وإذا كان الـ X معها عدد سالب فطلع بليش؟ طلع بالموجب طبعاً لازم أنت لما تضع الرأس دائماً الـ H تكون مع الـ X و الـ K دائماً تكون مع الـ Y عشان ما نثل أخبط طيب الحين القطع يفتح نحو اليسار معناها حركتي بتكون على الـ X ولا على الـ Y بالنسبة للبؤرة والدليل بتكون هنا ولا هنا إذا كان أنا بروح يمين ويسارة الآن بروح يمين ويسار حركتي بتكون على الـ H ولا على الـ K بتكون على الـ H فبالتالي بقول البؤرة هي عبارة عن اثنين زائداً أو ناقصاً وش رايكم؟ إذا كان إلى اليسار فبقول ناقصاً C و K طيب السي كم مقدارها؟ السي أجيبها من هنا هذه عبارة عن سالب أربعة C هذه عبارة عن سالب أربعة C فبالتالي بقولنا أن سالب أربعة C تساوي سالب 12 وبالتالي فأن السي تساوي كم؟ تساوي موجب ثلاثة سالب خمسة فبالتالي ما نقول البؤرة هي عبارة عن اثنين اللي هي الـ H ناقصاً ثلاثة وسالب خمسة بهذا الشكل اثنين جبناها من وين؟ اللي هي الـ H خلنا نكتبها كده فوقها هذه هي الـ H ناقصاً C وهذه هي أيش وهذه هي الكي بهذا الشكل فبالتالي صارت البؤرة أحداثياتها أيش صارت أحداثياتها سالب واحد وسالب خمسة سالب واحد وسالب خمسة أما معادلة الدليل معادلة الدليل طبعا الدليل بيكون على اليمين لأن القطع يفتح إلى اليسار فبالتالي بقول هنا أن الدليل يساوي أيش يساوي H زائدا C أو X يساوي H زائدا C فبالتالي ستكون عبارة عن X يساوي H2 و C تساوي كم C تساوي ثلاثة فبالتالي ستصير X يساوي خمسة إذن هذه هي معادلة الدليل أما معادلة محور التماثل لاحظ أنت حركتك كانت كلها على هلاثنين هذا على اتجاه الـ X فبالتالي معادلة محور التماثل ستكون باتجاه الـ Y فبالتالي سيصير هنا يصير يساوي سالب خمسة هو محور التماثل أما طول الوتر البؤري فهو القيمة المطلقة للـ 4C فبالتالي انتهينا عندك القيمة المطلقة السالب 12 اللي هو بيصير كم 12 إذن هذا هو طول الوتر البؤري و كذا أنا كنت جبت الخواص إذن معرفتي للاتجاه هي شيء الأساسي لازم أعرف الاتجاه و أعرف الرأس عرفت الرأس و عرفت الاتجاه أقدر أتحرك أنا أروح للبؤراء أروح للدليل حركتي على الـ H و إلا على الـ K محور التماثل اللي ما يتحرك بالتالي أستخرجنا اللي هو الخواص من هذا القطع دعونا نشوف الآن تحقق من فهمك فقرة 1A قال لك هنا بس هنا يمكن قلبها لنا دعونا نكتب المعادلة بالصورة القياسية بقول X ناقصاً أربعة لكل تربية تساوي ثمانية في Y زائد ثلاثة بس الكتاب يمكن قلبها كذا في الصياغة ولكن ما عندي مشكلة الآن لو كانت المعادلة بهذه الصورة التربيع على مين؟ التربيع على الـ X فالمحور اللي بينحني بينحلل الـ X إما إلى الأعلى وإما إلى الأسفل شوفوا الثمانية في الجهة الثانية الثمانية موجبة ولا سالبة والله موجبة إذن اتجاه القطع بيكون وين؟ بيكون إلى الأعلى إذن اتجاه القطع هنا حيكون إلى الأعلى اتجاه القطع حيكون إلى الأعلى الرأس بيكون عبارة عن H و K الرأس بيكون عبارة عن H و K الـ H بجيبها من الـ X اللي هي كم؟ اللي هي موجب أربعة والـ K اللي هي بجيبها من الـ Y اللي هي سالب ثلاثة قلنا مع تغيير الإشارات فالبتالي السالب بيطلع موجب والموجب بيطلع إيش؟ يطلع سالب لما نجي للبؤرة الآن البؤرة في القطع الذي يفتح إلى الأعلى بحرك ال H ولا بحرك ال K أبحرك ال K بزيدها إيش؟ أبزيدها C لأنها زادت إلى الأعلى فبالتالي أقول هنا إيش؟ عبارة عن 4 وسالب 3 زائداً السي السي طيب كم تساوي أيها الأخوة الكرام؟ السي أجيبها من هنا طبعاً المعادلة بالصورة القياسية هي عبارة عن X ناقصاً H الكل تربيع تساوي 4C Y ناقصاً K بهذا الشكل فأنا عندي X ناقصاً 4 الكل تربيع تساوي 8 Y زائداً 3 بهذا الشكل فبالتالي سأقول أن 4C تساوي 8 ومنها سأقول أن C تساوي 8 على 4 التي تساوي كم؟ تساوي 2 فبالتالي سأقول هنا سالب 3 زائداً الاثنين لأن C هنا تساوي 2 وبالتالي سأقول هنا 4 وسالب 1 أما الدليل فهو عبارة عن K ناقصاً C أو Y يساوي K ناقصاً C فهي عبارة عن Y تساوي الكي التي هي سالب 3 ناقصاً 2 فهي ستكون معدد دليل Y يساوي سالب 5 بهذه الصورة ومحور التباثل هو المحور الذي لم تحرك معي الذي هو X يساوي 4 X يساوي 4 لأنها لم تحركت معي وطول الوتر البؤري يكون هو عبارة عن هذا العدد القيمة المطلقة له الذي يساوي 8 نشوف الفقرة الثانية أيضاً وفقرة 1B نفس الشيء أعدلها بس أقل الطرف الأيمن للأيسر والأيسر للأيمن تساوي 2 في X زائد 6 بهذا الشكل الآن أجيب الاتجاه لاحظ التربيع هنا على أي محور التربيع على محور Y فبالتالي مسكتنا محور Y فبالتالي إما أتجه فيه إلى اليمين أو أتجه فيه إلى اليسار إما أتجه إلى اليمين أو أتجه إلى اليسار لاحظ الجهة الثانية موجبة أو سالبة موجبة إذن بروح أنا باتجاه اليمين إذن إتجاه القطر حنا بيكون إتجاه نحو اليمين بيكون نحو اليمين فبالتالي أجيب الرأس الآن نجيب الرأس يلا ما هو الرأس هنا أجيب من X سالب 6 ومن Y أجيب سالب 1 طبعاً بعكس الإشارات ممكن أنا من البداية أحسب المقدار C المقدار C كم يساوي أيها الأخوة الكرام راح أقول أنا أن الأربعة C تساوي أثنين صح ولا لا؟ الأربعة C تساوي أثنين فبالتالي السي الوحدة بتصير كم؟ بتساوي أثنين على أربعة اللي هي تساوي نصف إذن السي تساوي نصف عشان لما أجي أحسب البؤرة الآن طبعاً القطع يفتح لليمين فبالتالي أقول أن البؤرة هي عبارة عن H أزود عليها C مع الكي بهذا الشكل فبالتالي أقول H وأزود عليها اللي هو كم السي هنا عندي أزود عليها نص أزود عليها نص والكي الكي اللي هي سالب 1 طبعاً الـ H أيضاً هنا هي تساوي اللي هي سالب 6 موجة بنصف بهذا الشكل الآن أحسبها سالب 6 مع موجة بنصف بيصير سالب 5 ونصف سالب 5 ونصف وسالب 1 بهذا الشكل الآن عندي الدليل بيكون H ناقصاً C تساوي X بهذا الشكل وبالتالي أقول X تساوي سالب 6 سالب نصف فبالتالي يصير الجواب X يساوي سالب 6 ونصف بهذه الصورة أما محور التماثل اللي ما تحرك معاي أنا حركت السالب 6 فبالتالي يصير Y يساوي سالب 1 وبالتالي طول الوتر البؤري بيكون عبارة عن إيش؟ بيكون عبارة عن طبعاً أثنين الذي هو نفس العدد الذي موجود في هذه المعادلة بهذه الصورة وبذلكiin نكون بحمد الله تعالى أنهينا ignorant أيها الأخواء الكرام الذي هو المثال الأول ن get to Kanyeiper on the third طبعاً في المثال الثالث أعطاني معادلة ما هي مرتبة يعني ترى المثال الأول أعطاك المعادلات بالصورة قياسية جاهزة فأنت فقط تستخرج من هذه المعادلات الخواص لكن في المثال الرقم 3 أعطاني معادلات ما هي مرتبة فبالتالي يضطر أني لابد أني أقوم بترتيب هذه المعادلة بالصورة القياسية كيف أقوم بترتيبها؟ طبعاً سأستخدم طريقة إكمال المربع ما هي طريقة إكمال المربع؟ أخذناها في اللقاء السابق لما تكلمنا عن المهارات الأساسية للوحدة الرابعة قلنا من أهم المهارات مهارة إكمال المربع يلا خلونا نشوف مع بعض كيف نتصرف في إكمال المربع في هذا المثال قال كوي تساوي سالب 4x تربيع زائداً 3x زائداً 6 أضع المتغير الذي فيه x في جهة و أخليه بالموجب فأقلهم للجهة هذه و أقل المتغير الثاني للجهة الثانية فأقول أنا هنا عندك سالب 4x طبعاً لما تنقلها تصير بالموجب فبالتالي تصير موجب 4x تربيع ناقص 3x بهذا الشكل و لما تنقل للطرف الثاني تقول سالب y موجب 6 طبعاً في مكانها لأنه ما غيرت مكانها فبالتالي تصير موجب 6 بهذه الصورة الآن عشان نتخلص من الربع دعنا نضرب المعادلة كلها في أربعة نضرب المعادلة في أربعة كاملة فبالتالي أحصل على إيش؟ أحصل هنا على x تربيع ناقص 12x بهذا الشكل تساوي سالب 4y زائداً 24 يعني ضربت المعادلة كلها في أربعة بهذه الصورة لاحظ معي هنا أن عندي x تربيع عندي سالب 12x أقدر أكمل المربع أو ما أقدر؟ أقدر أكمل المربع فبالتالي أقول x تربيع ناقص 12x بهذا الشكل تساوي سالب 4y زائداً 24 و رح أضيف هنا اللي هو تكملة المربع و لما أضيف حد في جهة يمين قلنا لازم نضيف زيه في جهتيش؟ في جهة اليسار طيب كيف أكمل المربع هنا؟ قلنا نأخذ السالب 12 نأخذ نصفها اللي هي كم؟ اللي هي الستة بعدين أربعها إذن بضيف هنا ستة وثلاثين و هنا بضيف أيضاً ستة وثلاثين بنفس الطريقة الآن قلنا أجمع القوس هذا بيصير يصير x ناقصاً ستة الكل تربيع تساوي سالب 4y 24 و 36 اللي هي عبارة عن كم؟ عبارة عن ستين تقريباً كذا اقتربنا نحن من تحويل المعادلة والصورة قياسية تبقى لدينا دائماً أيها الأخوة الكرام في المعادلات نفضل دائماً أو يجب أن يكون معامل x دائماً يساوي 1 و معامل y يساوي 1 فبالتالي هنا معامل y سالب 4 فلازم نطلع أنت سالب 4 عامل مشترك فبالتالي يصير سالب 4 يبقى لك y ناقصاً 15 بهذه الصورة ولاحظ أننا طلعنا عامل بالسالب عشان كذا صار عندك سالب 15 إذن هذه هي معادلة القطع المكافأ إذن نكتبها هنا إذا حبيته سنقول x ناقصاً 6 لكل تربيع تساوي سالب 4 في y ناقصاً 15 هذه معادلة قطع مكافأ يفتح إلى وين الاتجاه سيكون الاتجاه نحو الأسفل لأن التربيع على x فبالتالي إذا يصير التربيع على x فأنا أمسك محور x وأحنيه فبالتالي أحنيه إلى الأسفل لأن الجهة الثانية سالبة وبالتالي سأقول الرأس أيضاً سأستخرجه من المعطيات التي عندي فبقول 6 و 15 هذا هو الرأس والمقدار c أنا عندي الأربعة c تساوي أربعة وبالتالي فإن c تساوي واحد بهذه الصورة الحين بجيب أقول هنا أن البؤرة تساوي طبعاً طريقتي شوية تختلف عن طريقة الكتاب شوية تختلف ولكن في النهاية ستصل إلى نفس النتائج الجميلة فالكتاب يقول لك أن c تساوي سالب واحد ويحطها دائماً بالموجب أنا لا أقول لك c موجب واحد وأحط البؤرة لأنني بتجه الأسفل بقول لك h و k ناقص و c لأنني بتجه نحو الأسفل أنا ما بغاك تحفظ القوانين أبغاك تفهمها فبالتالي أنت عندك هنا الستة ثابتة في مكانها والخمسة عشر بتنقص منها واحد فبالتالي تصير ستة وإيش؟ ستة واربعطاش لما نجي للدليل الآن بقول اللي هو العكس بيصير x موجب c و y بهذا الشكل فأقول y ساوي خمسة عشر زائداً واحد فبالتالي تصير y ساوي 16 أما محور التماثل فهو اللي ما تحرك اللي هو x ساوي 6 أو x ساوي h وطول الوتر البؤري طبعاً هو موجب أربعة موجب أربعة وطول الوتر البؤري دائماً ما يكون موجب ليه لأنه طول يعني فدائماً ما يكون موجب بهذا الشكل وكذا يكون حلينا هذه المثال خلونا نشوف تحقق من فهمك أيضاً بنفس الطريقة عندك هنا x تربيع لوحدها ها بنقل الأربعة y للطرف الثاني فالتالي صارت إيش كل الأشياء نقلها للطرف الثاني فالتالي تصير عندك موجب أربعة y سالب ثلاثة موجب سبعة فبالتالي لاحظ هنا ما تحتاجك بال مربع لأنه ما في حد فيه x فبالتالي خلاص هي x تربيع بهذا الشكل أربعة y زائداً الأربعة وبالتالي بقول x تربيع تساوي أطلع هنا آمن مشترك اللي هو الأربعة يبقى لك y زائداً واحد طبعاً هذه أيها الأخوة الكرام معادلة القطع المكافئ بصورتها القياسية كأني أقول x ناقصاً h لكل تربيع يساوي أربعة c y ناقصاً الكي طبعاً هذا قطع مكافئ يفتح إلى الأعلى وسأنا عندي هنا x ناقصاً صفر إذا قالك x تربيع لوحدها فمعناها x ناقص صفر أربعة c اللي هي تساوي كم تساوي أربعة y ناقصاً كي اللي هي y زائداً واحد أو y ناقصاً ناقص واحد يعني إذا أنت حبيت تفصلها بهذا الشكل الآن طبعاً الاتجاه هنا الاتجاه سيكون نحو الأعلى الرأس بيكون عبارة عن بيكون عبارة عن صفر في الـ x وسالب واحد في الـ y لأنه عندك هنا موجب واحد فتطلعها بسالب بهذا الشكل وبعد ذلك بجي أقول والله البؤرة بتكون حركتي على محور y فبالتالي الصفر ثابتة والسالب واحدة بزيد عليها اللي هو السي طبعاً السي طبعاً هنا تساوي كم المقدار سي يساوي كم يساوي واحد المقدار سي يساوي واحد لأن أربعة سي تساوي أربعة فبالتالي بزيد عليها واحد فبالتالي صارت البؤرة عبارة عن صفر وصفر أو نقطة الأصل أما الدليل الدليل فهو بقول اللي هو سالب واحد سالب واحد وي فبالتالي بتصير وي تساوي سالب أثنين ومحور التماثل اللي ما تحرك اللي هو x يساوي الصفر أو محور وي طبعاً هذه معادلة محور وي اللي هي X تساوي صفر وطول الوتر البؤري أيضا يساوي كم يساوي أربع بهذا الشكل كذلك يعني بذلك نقول بحمد الله تعالى أنهينا حلنا لهو المثال الأول والمثال الثالث وخلصنا على الأقل شرحنا ماذا نقصد بقطوع المخروطية أخذنا خصائص القطع المكافئة عرفنا كيف نوجد خصائص القطع المكافئة إن شاء الله في الدرس القادم نبغى نعرف كيف نجيب معادلة القطع المكافئة دعونا نأخذ بعض الأسئلة للتقويم قال لك إذا كانت X زاد 1 لكل تربيع تساوي سالب 12 Y ناقص 6 يلا نجيب الخصائص التي هي أول شيء أجيب الاتجاه الذي هو نحو الأسفل هذا سيكون نحو الأسفل لأن التربيع على X وبالتالي X تنحني إلى الأسفل لأن هنا أيضا سالب كذلك أجيب الرأس الرأس الذي هو عبارة عن من عند الـ X سأقول سالب 1 ومن عند الـ Y موجب 6 المقدار C بقول أن 4C تساوي 12 وبالتالي فإن C تساوي موجب 3 بهذا الشكل وبعد ذلك أجيب أقول خلاص يلا أجيب الحين اللي هو البؤرة والدليل ومحور التماثل اللي هم الثلاثة طبعا في البؤرة والدليل ومحور التماثل في البؤرة والدليل أحرك اللي هو الـ 6 فبالتالي أقول هنا سالب 1 وموجب 6 ناقصا السي اللي هي ثلاثة بهذا الشكل ناقصا وبالتالي بتصير سالب 1 وثلاثة إذن هذه هي البؤرة أما الدليل فبقول 6 زائدا ثلاثة فبالتالي Y ساوي 6 زائد ثلاثة اللي هي Y ساوي 9 بهذا الشكل أما محور التماثل اللي ما تحرك اللي هو X يساوي سالب 1 وطول الوتر البؤري بيكون كم؟ طبعا بيكون اللي هو يساوي 12 طول الوتر البؤري يساوي القيمة المطلقة هذه لهذا العدد اللي هي تساوي 12 كذلك لو أحب أن نختم في هذا السؤال كذلك لاحظ هذا قطع الاتجاه هنا نحو الاتجاه نحو اليمين الاتجاه نحو اليمين لأن التربيع على محور Y فبالتالي محور Y ينحني باتجاه موجب بهذا الشكل الرأس يكون من عند الـ X سالب 2 ومن عند الـ Y موجب 4 المقدار C هو عبارة عن طبعا بقول 4C تساوي 20 وبالتالي فإن C تساوي 5 بهذا الشكل الحين بجيب اللي هو البؤرة والدليل ومحور التماثل فبالتالي البؤرة بتكون حركتي على الـ H ولا على الـ K لأنه باتجاه اليمين فبالتالي بتكون حركتي على الـ H فبالتالي بقول هنا عندك سالب 2 موجب 5 و 4 بهذا الشكل أما هذا البؤرة طبعا مش الدليل الماليش كتبتها في المكان الخاطئ البؤرة سالب 2 موجب 5 و 4 بهذا الشكل أما الدليل بيصير سالب 2 سالب 5 و طبعا X تساوي ومحور التماثل Y يساوي الأربعة بهذا الشكل طبعا هنا بقول طبعا هنا راح أقول البؤرة طبعا بتكون عبارة عن 3 و 4 أما الدليل فيصير X يساوي سالب 7 بهذا الشكل و محور التماثل طبعا طول الوتر البؤري تبقى لنا أيضا طول الوتر البؤري اللي هو يساوي كم يساوي 20 بهذا الشكل وبذلك نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام يعني أن هنا فقرتنا لهذا اليوم اللي تكلمنا فيها عن القطع المكافئ كيف إذا أعطيتك معادلة كيف توجد الخصائص في الدرس القادم إن شاء الله راح أعطيك الخصائص وأطلب منك المعادلة أعطيك الخصائص وأطلب منك المعادلة فهذا إن شاء الله راح نشوفه في اللقاء القادم في الختام أشكركم لحسن المتابعة نلتقيكم على خير وفي أمان الله